رؤساء المجالس الجهوية بسبع ولايات موريتانية ونواب رؤساء بقية المجالس يتوجهون إلى المغرب الأحد في زيارة دعت لها جمعية الجهات بالمغرب ويقول ممثل موريتانيا لدى لقاء جمعهم بنظرائهم المغاربة بحضور محند العنصر رئيس جمعية الجهات بالمغرب وعبدالصمد سكال رئيس مجلس جهة الرباط سلاء القني طرح إنهم تعرفوا على بعض جوانب تجربة المجالس الجهوية بالمغرب خلال الملتقى الدولي المنظم بنوعك شوط حول تخطيط التنمية الجهوية وأهداف التنمية المستدامة في موريتانيا من خلال عرض قدمه سكال رئيس جمعية الجهات بالمغرب ويسعى الوفد الموريتاني خلال أعمال الزيارة إلى الاستفادة من التجربة الجهوية المغربية باعتبارها الأكثر قربا وإفادة لتجربة الموريتانية الفتية في هذا المجال الجانب المغربي من جهته دعا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الجهات المغربية والموريتانيا لتحقيق التنمية على المستوى المغاربي والإفريقي وينعقد اللقاء الموريتاني المغربي بطلب من الجمعية العامة للجمعية الدولية للجهات الفرانكفونية المنعقدة في داكار دجمبر الماضي حيث دعت رئيسي جهتين بموريتانيا والمغرب لتنظيم لقاء مشترك على هامش المنتدى الدولي للتعاون والشراكات المحلية وسبق لمقر المجلس الجهوي لنواك شووط أن احتضن ملتقا دوليا حول الجهات سعت من خلاله المجالس الجهوية بموريتانيا إلى خلق شراكات وتعاون مع نظيراتها من الدول المشاركة وما تزال تجربة المجالس الجهوية في موريتانيا فتية حيث يعود إقرارها إلى أغسطس من 2017 في تعديل دستوري ألغى مجلس الشيوخ وحل المجالس الجهوية محلة فيما يعود أول انتخاب للمجالس الجهوية إلى انتخابات سبتمبر الماضي حيث انتخب 13 مجلسا جهويا يمثلون 15 ولاية وقد فاز الحزب الحاكم برئاسة جميعها مع حضور بعض الأحزاب على مستوى عضويتها وفي لجانها الفرعية ترجمة نانسي قنقر